رحبت مصر بقرار محكمة العدل الدولية بالاختصاص المبدئي بالنظري في ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة والمطالبة بتطبيق عدد من التدابير المؤقتة الفورية التي تستهدف توفير الحماية للفلسطينيين أهمها توقف إسرائيل عن ارتكاب جرائم قتل الفلسطينيين والحاق الأذى الجسدية والمعنوي بهم وأوضحت وزارة الخارجية في بيان لها أن مصر كانت تتطلع لأن تطالب محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة مثلما قدت المحكمة في حالات مماثلة كما طلبت مصر إسرائيل بالتنفيذ الفوري لجميع التدابير التي وردت في قرار محكمة العدل الدولية والتي تمثل بداية المسار لإنفاذ قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بشأن توفير الحماية للشعب الفلسطيني ووضع حد للاعتداءات والانتهاكات التي تمارسوا ضده وأكدت مصر على مواصلة التحركات والاتصالات بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والأطراف الدولية والإقليمية من أجل إنهاء الأزمة ومنع أي إجراءات تستهدف التهجير القصري للفلسطينيين ترجمة نانسي قنقر